وعودة مرة أخرى إلى الملف الليبي ولقاءات وزير الخارجية سامح شكري على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا حيث قام شكري بزيارة إلى مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي وخلال الزيارة إلى بنغازي التقى شكري المشير خليفة حفتر حيث أكد شكري دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا وما تليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل واستعادة البلاد لوحدتها وثيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر